السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه على من صار على هديه إلى يوم الدين ثم أما بعد إخواني وأخواتي في الله فأي شيء سنتدارس سويا في هذا اللقاء حديث معاوية من أبي سفيام رضي الله عنه في الصحيحين من يرد الله به خيرا يفقه في الدين فلو أن هناك رجل عنده مرض مزمن ولم يتمكن من الصيام فأفطر ولكنه لم يطعم ومات الرجل ماذا يحدث؟ يقوب أبناؤه بالإطعام عنه لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام مسكين ثم أعلم رحمه الله إياك أن دين الله حق بالقضاء فهذا دين في رقبته فعليهم أن يبادروا مسارعين بسداد هذا الدين حتى لا يسأل عنه بين يدي الله عز وجل ولا يعذب عليه في قبره فنحن معاشر أهل السنة والجماعة عقيدتنا في القبر أنه روض من رياض الجنة أو حفر من حفر النار روض من رياض الجنة لمن مات على لا إله إلا الله بصدر محمد رسول الله باتباع وحفر من حفر النار على من مات على الكفر الأكبر الشرك الأكبر النفاق الاعتقادي هؤلاء مخلدون في النار نسأل الله أن يعفينا وإياكم من ذلك هذه المسألة الأولى المسألة الثانية لو أن امرأة ماتت وعليها عشر طيام وكان هناك فرصة أن تصومها لكن ما صبتها فممكن أولادها عند أولاد عشرة اللهم بارك كل واحد يصوم يوم عنها لا يوجد مشكلة ممكن فممكن يطعمه عنها لا يوجد مشكلة ممكن أي نعم وأنا من فضل الله عز وجل أيوة لكن المرأة التي بلغت أربعين عاما أو أكثر أو أقل ولم تقضي أيام الدورة يعني هي بلغت وهي عندها مثلا أربع عشر سنة يبقى أربع عشر من أربعين كام سنة ستة وعشرين سنة طيب كانت بأيام الدورة بتاعتها عشرة أيام ستة وعشرين ضرب عشرة بامتين وستين يوم تعمل إيديا تبدأ تشتغل في الاثنين والخميس والأيام القمرية الاثنين والخميس والأيام القمرية وإذا صدقت في أن تقضي ما عليها فإن الله سيعينها ببدده وفضله أي نعم طيب يعني لو حد أخر القضاء حتى دخل رمضان اللي بعد دا عليه إيه بعضه العلم قال عليه الاستغفار والتوبة لأنه كان ممكنا أن يقضي ولكن كسله هو الذي حجبه وعليه القضاء والفدية يعني إيه الفدية يعني يقضي مكانه اليوم يوم ويطعم مع القضاء مسكين طيب الراجح إيه الراجح والله تعالى أعلى وأعلم أنه يستغفر ويتوب ويقضي وليس عليه غير القضاء والله أعلم طيب مبارك الله فيك أفترت للحمل ثم للرضاعة ما لم تقدر بيّنت هذا قبل ذلك وقلت أن هي تطعم عن كل يوم مسكين ويمن أهل قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية صعام مسكين وكما بيّنته أن ابن عمر رضي الله عنهما أمر منته بهذا طيب واحد أفتر رمضان كله هل ممكن يطعم مسكين واحد كلهم يفطره ممكن هل يطعمه واجبه واجبه وحده أيها واجبه وحده هل يفطره سيدنا أنس بن مالك الصحابة الجليل الأنصاري الخزراجي خادم النبي عليه الصلاة والسلام عقد من الزمان رضي الله وطبارك وتعالى عنه وصلى الله على نبينا محمد لما كبر وعجز عن الصوم كان يفطر ويأتي بجفنة فيها ثريد ثريد يعني إيه نطعف الرقاق مهشم يعني محطم وعليه حساء حساء يعني شربة وقطع لحمة كده صغيرة واتخلطوا في بعضهم يستهلوا حنكك جمع ثلاثين مسكينا وأطعمهم وجبة واحدة عما أفطره في الشهر بفضل الله عز وجل نعم طيب يعني لو واحدة مثلا على الدورة الشهرية سبعة أيام وبعدين انقطعت دم يعني وضعت لا وجهة القصة البيضاء يعني يه القصة البيضاء يعني جابت قطنة وضعتها في مرطن الدم طلعت بيضاء أو جابت شاشة أو ماشا بيضاء وضعتها في مرطن الدم طلعوا البيض فانقطع الدم دي علامة انقطع الدم فيه جفوف طب تعمل إيه تختسل أيوة طب هل تمسك بقية اليوم لا من حقها أن تأكل وتشرب وبالمناسبة نفترض أن زوجها في دولة من الدول غائم منذ سنة كاملة ها وطبعا هذا لا ينبغي بس دا واقع أيوة واقع وكان بيغيب سنتين وكمان وثلاثة ولا ينبغي أن يغيب أكثر من ستة أشهر حتى لا تتضرى زوجته إلا إذا تسامح وتراضي وأمنت الفتنة كل منهما أمن الفتنة طيب فهذا الرجل المسافر أتى في رمضان وصل البيت العصر والرجل محظوظ واجد زوجته وكان عليها الدورة وانقطع دم حيضها واغتسلت أين هي مفطرة هو مفطر ساب الصفة فهل له أن يجامعها له أن يجامعها ولا حرج عليه في ذلك ولا حرج عليه في ذلك أين عم طيب في ناس يعني سائقين يسوقوا ترلات يعني براض عربية نقل كبيرة وينتقلون من دولة إلى دولة معهم فاكهة وخضار ويمكثون الأيام والليالي وهم يسافرون هل لهم أن يفطروا نعم لهم أن يفطروا ويقضوا هذه الأيام في أيام الشتاء أي نعم طيب كذلك لو في مرأة حامل وأسقطت يعني تفطر ولا تصوم إن كان الحمل دون ثلاثة أشهر إن كان الحمل دون ثلاثة أشهر فهذا تنظر إلى الولد الذي نزل هل هو مخلق مخلق يعني إيه يعني فيه عينان وشفتان ويدان ورجلان لا ما فيهش يبقى في الحالة تختسل وتصوم وتصلي لأن الدم ده دم استحاضة طيب نفترض أن الولد الذي نزل ذكر أن كان أنسى مخلق فيه يدان ورجلان وشفتان وعينان وأذنان ومظاهر بين واضح لا هذا دم نفاس فينبغي أن تتوقف يعني حتى ينتهي دم النفاس طيب دم النفاس أكثره كم عند جمهور العلماء أربعون يوما وعند الشافعية ستون يوما أي نعم وما زاد عن أربعين عند الجمهور وعند دم النصطحان لكن عند الشافعية إلى ستين يوم طيب فيه ناس بيقولهم زهايمر زهايمر يعني إيه زهايمر يعني لا يذكر من أمامه أبوه قدامه أمه ابنه زوجته لا يذكر أنه زوجته أو أبوه أو أمه أو جاره لا يذكر هذا تماما هذا سلمك الله مناط التكليف وهو العقل ليس موجود فليس مكلفا بالصيام وليس مكلفا بالصدر ولا بالتكاليف الشرعية طيب ممكن يطعم اللي أفطر ده يطعم غير المسلمين يهودي أو نصراني لا طبعا يطعم مسلمين أما ممكن يتصدق على غير المسلمين ويعطي لهم من لحم الأضحية ولحم العقيقة ويهديهم لأن ربنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا ليهم الله يحب المقسطين ولكن لا يجوز لك أن تحب غير المسلم يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمواد وقد كفروا ما جاءكم من الحق فتبر وتقصط معه أيوة مطلوب تحبه لا لأن الحب لا يكونه إلا في الله والمغض لا يكونه إلا في الله من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله قد استكمل عور الإيمان الذين يلبسون على الناس من خلال الشاشات التلفزيونية ولا يفرقون بين الآية التي في صدر الممتحنة والآية لا ينهاكم هؤلاء أسأل الله أن يفهمني وإياهم وأن يتوب علي وعليهم وفي هذا القدر كفاية حتى أسعد بلقاء حضراتكم في لقاء قادم إن شاء الله وتعالى أستودعكم الله اشتركوا في القناة